طيب وان شاء الله بإذن الله يعني هنتكلم النهاردة عن التراسفير ديرنينج. هناخد الليها نشوفهم كده شكلهم عامل ازاي. ومعد كده هنبدأ ان نشوف الاكواد ازاي نكويتهم باستخدام الايه? طبعا باستخدام والحاجات دي كلها. طيب. فان شاء الله نتكلم عن والالكس نت والفي جي جي ستاشر وفي منه نسخة تانية اكبر شوية من في جي جي ستاشر ديت وفي خمسين. ودولة اشهر انواع الموجودين حاليا. اه والناس كلها يعني ايه? بتحاول انها تستخدمهم عشان. اه طبعا ليهم مميزات. المميزات بتاعتهم انها بتقلل لك في بتاع الترينينج. لان انت بتاخد اصلا مدرب بالفعل ومع بتاعته. بس انت بتحاول تعمل حاجة اسمها يعني بتحاول ده اخد اخر او اخر تلاتة او اخر اربعة او اخر خمسة على حسب اه الشغل بتاعك او على حسب وانت بتضرب بس ايه? الاخيرة دي بس. لكن بتعمل حاجة اسمها لكل ال الابل كده. طيب. احنا طبعا مقدمة عن الموضوع الاول وبعد كده نبدأ نشوف الانواع ايه. فبيقول لي هنا هو عبارة عن اه طريقة من طرق من يعني بيبقى في موضل اصلا موجود وموجود موجودة في الحياة يعني. ودي ات اللي انت بتستخدمها عشان تبدأ تعملها على اه ديتا خاصة بك انت. ماشي يعني انت بتحاول تستخدم ده عشان تعمل عليه اه تدخل عليه ديتا كاستم. خاصة بيك انت وانت بتحاول ايه? تدرب بس. طيب. يقول لك كامل يعني طبعا لسه اللي لسه قيله من شوية انا ويقول لك بيبدأ تستخدم موديلز ديت عشان تعمل لتاعتك او عشان تحيل المشاكل اللي موجودة في المشكلة اللي معك دلوقتي. اللي هي اصلا هلعاش علاقة بالموديل بتاع ده اساسي. انا باستخدمه كتول او باستخدمه كاستارتينج بوينت كما دي حيله على فجرة. باستخدمه كاستارتينج بوينت عشان احل المشكلة بتاعتي او عشان اعمل موديل على الديدة التاعتي. طيب امتى طبعا نلجأ الى لما يكون معاك ديتا كبير جدا 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 جدا. وانت اه لو جيت عملت موديل فرم سكراتش. انت متوقع انك تاخد كبير جدا. ماشي? اممكن تستعين به الحالة دي تستعين به في حالات دي. اكتر بيقول لي لو عندي مسلا اه موديل اتعمل يعني واحد واتعملت طلعت موديل ماشي? والموديل ده طبعا بيبه في مجموعة اه وفي الاخر خالص الهيد ده اللي هو بيطلع المفروض هيطلع الابو بتاعي هو اعتبرها يعني اللي هي هتطلع الابو بتاعي هي اخر موجودة عندي. تمام? فاتطلع دي على اساس المشكلة دي. على اساس المشكلة دي موجودة في ديتا واحد دي. طيب لو انا عندي ديتا تانية. مم. وانا عاوز استعين او ده عشان احل المشكلة بتاعتي. ممكن اخد الموديل ده كده اخد اللي هو اللي هي قبل مين? اللي هي قبل الهيد. انا مش اخد بقى الهيد. انا ما دلش دعو ده 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 بصفت ماكس الرئيسي بتاع البروملم الاصلية. لاني انا انا مسلا العدد الكلاس بتاعتي مختلف عن عدد الكلاس بتاعتك. انا هو عنده مسلا خمسين كلاس او ميت كلاس او الف لكن انا عادي مسلا تلاتة اربعة كلاس مثلا. فانا هاخد مين? هناخد بس اللي ايه؟ اللي هي اللي قبل مين؟ اللي قبل اخر واحدة. او ممكن اخد اه كله عادة مثلا تلاتة اربعة خمسة على حسب زي ما تحب انت يعني. طيب. وبعد كده قديني خدت نفس الموديل اهو. اللي هو نفس اللي كانت موجودة هنا في المودل الاساسي. بس انا زودت من عندي. انا ضفت على دي ضفت على الهيد بتاعتي بقى. ضفت على الخاصة بي يعني. اللي هي بتاعت بتاعت انا. تمام كده? طيب. فطلع لي طبعا ايه? بتاعتشان مختلف. ده بتاعي الاصطية. وده بتاعي اللي هو خاص بالكاستم ديتها بتاعتي اللي انا دخلتها على ايه المودل الجديد. فيمنا كده الفكرة بتاعت اه طيب. تعال نشوف برضو شوية تفاصيل بيقول لي عشان تستخدم بقى ديت يقول لي طبعا انت بتلجأ لي بحالة دي لما يكون عندك آآ ديتا كبير جدا وانت مضطر تعمل آآ مضطر تعمل يعني موديم آآ فروم سكراتش. وطبعا انت متوقع ان تاخد تايم كتير جدا فانت ايه? آآ في غينة عن الكلام ده كله ممكن تستخدم الآآ طبعا لما تيجي تعمل آآ تستخدم نوع من انواع آآ كان نوع ده ايه? آآ لازم تشوف حاجة قريبة لازم تشوف وهو بيعمل حاجة قريبة من الحاجة اللي انت عاوز تشغل عليه. يعني مسلا. اه. انت آآ عاوز تصنف مسلا آآ ما بين الكات والدوكز مسلا. كات والدوكز. تمام? طيب. يبقى لازم تختار نوع من انواع اللي هو بيبقى من ضمن التصنيفات بتاعته حاجة شبيهة للحاجات دي. حاجة شبيهة للكات والدوكز يعني حيوانات عموما. يعني تحاول تدور على نوع من انواع الموديل اللي هو بيعمل تصنيف اساسا لحيوانات. ماشي? من ضمن بتاعته حيوانات يعني مش لازم يكون بيعمل تصنيف الحيوانات بس. تمام? لان هو اساسا معمول ان هو بيصنف حاجات كير جدا. يعني مسلا عندك الانواع اللي هي مستخدمة حاليا الموجودة حاليا في في الشغل يعني ام موجودة حاليا في في السوق اللي هي بتعمل آآ لألف كلاس. فطبعا ألف كلاس ده ممكن يطلع لك الكات وطلع لك الدج ويطلع لك الشجرة ويطلع لك القطر ويطلع لك القصان ويطلع لك المية ويطلع لك كل حاجة. تخيل الالف كلاس يعني انت لو انت موجود في مكان كده انت لو عديت الحاجات اللي حواليك يعني عمرك ما تعرف تطلع الالف ده. بس انت هو الالف دي تعملها عشان جايب حاجات كتير جدا من الحياة. جايب حاجات كتير جدا من اللي احنا بنشوفها في ايه? في حياتنا الواقعية او الحيات اللي احنا عايشينها. اه. ده طبعا هيبقى مناسب لو انا هعمل مثلا لكاتو دج بس. يعني ان انا انا عاوز دلوقتي استخدم عشان اعمل كاتو دج بس. ما هو اصلا هو معمول ان هو من ضمن الكلاسز اللي موجودة عنده هو بيصنف بقى ماشي بس انا عاوز اخصو بقى الحاجة زي كده. يبقى ده فعلا ايه? يبقى ده حل مناسب ليك انك تختار نوع من النوع عشان تحلك المشكلة دي. طيب. اه يعني استخدام اللي هي قبل يعني تبري ان دي اللي هي اللي الاخيرة كده انت استخدمت لما استخدمت دي بدون ما تعدل في ده ممكن تعدل في الاخيرة بس او ممكن تعدل في تلاتة اربعة من الوارد دول تعملهم والباقي كله تعملوا حاجة اسمها ماشي? اه. ده اسمه ايه? ده اسمه ترانسفير لاند. تمام كده? طبعا كل ده هنعرفه لسه ايه برمجيا بيتم الزعج. طيب بسيط. اه. عندي هنا ايه? دي تاسك وان. ماشي? فعندي هنا خدت آآ عرفة مسلا بتدخل كم في كم في كم. وبعد كده اقدل هيدن الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والايه والقرب بتاح. طيب انا دهوقتي عاوز اعمل شفت الكلمة دي? عشان كده قلت لك لازم عشان تختار نوع من انواع لازم تكون حاجة قريبة من الحاجة اللي انت تعمل لك تزيفيشن اصل. ماشي? اه. فدي التاسك بي ودي تاسك ايه? انا ممكن اعمل ايه? انا ممكن ااخد الامبوت دير ممكن اخلي نفس الامبوت اللي بيدخل لي المودل ده هو نفس الامبوت اللي انا هدخله على المودل الجديد بتاعي. هاخد مسلا اول وتاني وتالت يعني ااخد الاولى اللي هي هيدن اخدهم زي ما هم كده احطوهم في المودل الجديد بتاعي. ماشي? مقوم مزود انا من عندي بقى واحدة زيادة من عندي ملاش علاقة بالمودل الاساسي. ويمغير في الاوب بتاعي مزبط في بتاعتي على حسب عدد الكلاس اللي ايه? الكلاسز اللي الموجودة عندي. طيب اللي احنا عملنا ده معناه ايه? طيب. لو احنا هجينا نقسمها كده. ده الامبوت لير خلاص احنا عارفين. لو مسلا الصورة بتاعتها كان في كان في كان. طيب الهيدن لير الاولى والتانية دي دي حاجة اسمها يعني اللي هي اتضربت عليها او اللي اتضربت على هاتبقى تفضل سابتة زي ما هي. تمام? طيب اللي هما اللي هو واحد واتنين وتلاتة. طيب بعد كده هتلاقي فيه دي اللي هيعملها ايه? دي اللي هتعملها ترينينج. دي اللي هتعملها بقيم في الاول خالص للويتس. ودي اللي هتعملها ايه? هتكمل على ايه? الجزء اللي هو اللي هو ثابت موجودة عندي. طيب والاول ده اللي هو ايه? اللي هو فيه مسلا لو انت بتصنف مبين على حسب ايه? نوع بتاعتك شكلها ايه. طيب. بيقول لي هنا دي مثلا. يعني انت عامل دي بس انت عاوز تدرب موديل جديد مسلا بيصنف حقين اتنين او بتاعت البيكلز مسلا اللي هو انواع ايه المرتبات. طيب فانت لازم تعمل حاجة اسمها ده ده اسم العلمي? الاسم العلمي عشان اسبت بتاعتي. انا اسبت بتاعت واحد واتنين ثلاثة يعني انا عملت لها حاجة اسمها طيب. في حاجة تانية اسمها يعني ايه الكلام ده? يعني هنا انا ما اخدتش الهيد اللي اربعة وما اخدتش الهيدة اللي اخمسة وما اخدتش يا بان انا عملتلهم ايه دي وقتي? عملتلهم بان اشلتهم خالص من الموديل بتاعي الجديد يبدأ ايه دي كلمة او استبدلهم زي ما انا استبدلت اربعة وخمسة بمين بحق واحدة جديدة اسمها اربعة خاصة بمين خاصة بالموديل الجديد بتاعي يبدأ ده الاستبدال اللي هو بيتم ايه بيتم في الحالة دي طبعا كلمة هي كلمة طيب اول نوع من انواع اللي هو الالكسنت طبعا الالكسنت ده بيستخدم اللي اسمها لو انت عملت عليها كده هتلاقيها عبارة ملايين من الصور ملايين من الصور طبعا كل شركة بتتنافس انها هتعمل موديل يصنف الصور للملايين ده ماشي فانت عندك ناس طلعت الالكسنت وناس ثانية طلعت موبايل نت وناس ثانية طلعت البيجي دي بيتوب بيرجنز بيرجن ستاشر واحد اتنين وتلاتين وناس طلعت خمسين وناس طلعت حاجات تانية ايه مختلفة اللي هو الانسيبشن بقى والايه والحاجات دي طيب طبعا الحاجات اللي هي الموجودة قدامنا دي لقالك سنت مثلا الليرز الموجودة قدامك دي انت عارفها كلها يعني هي عبارة عن ايه هي عبارة عن الصورة بتاخد متين سبعة وعشرين في متين سبعة وعشرين في تلاتة زي الليرز اللي انت ايه اللي انت عملتها كاستم في السن بالزبط بس هنا عملوا موديل بطريقة معينة حطوا بطريقة معينة حطوا بعدد معين حطوا بقية معينة الماكس بولنج محدد بطريقة معينة فظبطت معهم وطلعت معهم نتيجة كويسة جدا ماشي فده متين سبعة وعشرين في متين سبعة وعشرين في كام في تلاتة دي الصورة اللي هي المفروضة اللي تدخل تمام كده? خيب. فهو بعد كده اما اعمل قالك اول عندي اول هي ابقى setة وتسعين ماشي? ستة وتسعين بتاعي الي هو اربعة ماشي? والفلتر اه الفلتر بتاعي هيبه كام في كام? احداشرة في احداشرة ماشي? دا اللي احنا كنا زي ما احنا كنا محددون مسلا في السين انك تقول لك تلاتة في تلاتة فيلتر وعملين مسلا ايه? هيضرب كم مرة اللي هو واحد ولاتنين وثلاتة هينا عامل ستة وتسعين مرة يعني هيضرب ستة وتسعين مرة. فهيطلع ايه? هيطلع الجزء اللي هو الجديد او ناتج اللي هيطلع من الضرب ده هيطلع ايه بالشكل ده كده. طيب عامل بعد كده اللي هي يعني كل اللي هي ببقى الماكس بولينج مسلا اللي هو آآ عامله تلاتة في تلاتة والاسترايب بتاعك بايه بحركتين اتنين اللي هو ايه بيتحرك آآ ايه كل مرة اللي هو ده بيعمل اصلا هو بيقللي في عدد وبياخد كل مسلا تلاتة في تلاتة دي يعني تسعة يعني كل تسعة بيكسل هاخد منهم بس ايه ماكس من بتاعت التسعة دولة. فطبعا هتلاقي ان ايه? هتلاقي ان الصورة بتقل او بتقلي معاها. كل مرة هتلاقي بتقلي معاها. طيب بعد كده هم عامل جديد. طبعا لما بيتضرب هنا متين ستة وخمسين كرنز. فطبعا هتلاقي الطول او الدبس بتاع الكرنز اللي طلع او ناتج بتاع الكرنز طلع كبير شوية. اللي هو متين ستة وخمسين او بتطلع لك. ماشي? اه. تمام? طيب. اه. هنا اطلع ستة وتسعين الو الدبس ليه? لان هنا ستة وتسعين كرنز. فكل كرنز من ده بينضرب في الصورة دي ويطلع لك جزء من الصورة. اللي هو الجزء الاولان اهو. ماشي? بعد كده هتلاقي الجزء التاني وراه. ماشي? جزء التالت الجزء الرابع وهكزا. وانت ماشي بقى. تمام? طيب. وبعد كده اعمل مسلا تلاتة في تلاتة كده اه تلاتة في تلاتة اللي هو الفلتر تلاتة في تلاتة والبادنج عامله هنا بواحد. وعمل هنا تلتمية اربعة وتمانين كرنل طبعا الكلام ده كله. العقام دي كلها هم حطينها نتيجة اللي هما اللي هم عملتوها اللي هم عملوها اصلا. عشان يطلع نتيجة افضل يعني. طيب بعد كده ما عامل وعامل بعد كده ماكس بولنج وهكزا. لحد ما وصل لمين? ليه? اللي هو بيبدأ ياخد بقى كل البيانات الموجودة عندنا هنا دي. اللي هي مئتين ستة وخمسين في ستة في ستة عشان يحطهم كلهم فين? فهو عامل واحدة وبعدها كمان واحدة وبعد كده يبداك كله. اه. ده كله الجزء ده كله ده اللي هو الحد هنا كده. ماشي? وبعد كده عامل ده خلو على ماشي والسوفت ماكس في الاخر اه. يبداك بيتم في الحالة دي. وكل ده ايه? ده اللي هي طلعت من ايه? طلعت من الصور لحد ايه? لحد الجزء ده كده. ماشي جده? اه. مرتب بطريقة معينة حط بطريقة معينة بارقام معينة بعد كده ماكس بولنج ولكن الارقام مختلفة فهو مطلع ايه الشكل انت شايفه ده كده. طيب هنا بيقول لي ان هو بيتكون من خمسة وتلاتة ايه? تلاتة ماشي? طبعا ايه? الف كلاس. بيشتغل على الف كلاس لانه بيشتغل على اللي هي ايه? الامجينيت. الامجينيت دي اساسا فيها الف كلاس. اه. والصور الموجودة بالملايين عشان تقدر انك تعمل وما يغلطش الموديل بتاعك. طبعا هم مطلعين بنسب معينة. طيب. بعد كده برضو اشتغل على نفس الكلام فقال لك انا هعمل ايه? انا عندي آآ بتاعي هيبق ماتين افبعة عشرين في ماتين افبعة عشرين. تمام? طيب هي ماتين افبعة عشرين في تلاتة. طبعا هو بياخد ايه ماتين افبعة عشرين في ماتين افبعة عشرين في تلاتة. ماشي? اه. طيب. تلاتة دي عشان هو بيشتغل ار جي بي. اه. وبعد كده اول ده هي ماشي فيها اربعة وستين كرنل مسلا. تمام? ام. بيتضرب طبعا الاربعة وستين كده من اللي هو اربعة وستين فلتر يعني. والفلتر ده بيبقى معروف طبعا اللي هو كام في كام. وبعد كده بيتطلع لك اهو ده الاحمر ده او او الجزء اللي في النص ده فنتيجة هيطلع لك القيمة الجديدة دي اللي هي مئة مية وحتوى في مية واتناشر. طبعا الصورة في الاول كان متين افبر وآخرين في متين افبر وعشرين. ازاي طلعت متين ومية وحتن Rum。 طيب تعالات دلوقتي نحسبها بقى ازاي طلع من متين افبر وعشرين في متين افبر وعشرين في تلاتة تطلع المية واتنشر دي. طيب. دلوقتي في قانون بيقول لي ايه؟ القانون ده يعب designer عنه بيقول لي في فيه اه اه بلس ناقص اف ماشي على كل ده زائد واحد هنشرح كل حاجة من دي دلوقتي طيب ان ده اللي هو بتاعك اللي هو هيبقى الاساسي بتاعك اللي هو متين اربعة وعشرين يبقى لو احنا حطينا هنا وعوضنا عن متين اربعة وعشرين لو نجينا هنا مسلا نقولنا هيبقى متين اربعة وعشرين طبعا ده نجينا نبص على بتاعتنا لقينا في بيشتغل زا سيم طيب تعالى نفصل الدنيا شوية كده نفسه ده اه لو احنا نجينا بصينا على بتاعه الفلتر بتاعه بيشتغل تلاتة في تلاتة ده اللي هو يعني تلاتة في تلاتة وبيتطبق اربعة وستين مرة عشان كده مكتوب هنا اربعة وستين طيب لو جينا نبص على اللي هو بيتحرك بها بيتحرك بخطوة ايه خطوة واحدة بس اللي هو قيمة ايه قيمة واحدة بتاع الكلام ده يعني بياخد يعني ايه زا سيم يعني بيبقى عندك نفس الايه نفس القيمة لو انا مسلا واقف هنا بالنفس القيمة بياخدها من الصورة نفسها عشان ايه يعوض عن الجزء الفاضي اللي هنا ده ماشي وهو ماشي بقى كده وهكذا طيب لو جينا نبص على هلاقي ان كل بيبقى فيها بتاعها عبارة عن اتنين في اتنين بيبقى اتنين في اتنين ماشي لاني ده الحاجات دي اللي هنستخدمها في المعادلة دي والاسترايب بتاعتها باتنين طيب احنا في المعادلة ديت عندنا الان ده هو بتاعك اللي هو قيمة من اللي هو اه مية وعشرين مية ومتين اربعة وعشرين اللي هو الاساسي هي بقى ميتين اربعة وعشرين وجينا نبص على لان فهنشيل دي خالص من هنا لان ديت ما فيهاش اه ما فيهاش قيمة اه هي بتاخد نفس القيمة بتاعت الصورة الموجودة ماشي هنطلح بعد كده منها اللي ايه اللي هو بتاع مي بتاع لان طبعا هي اللي بتقلل الصورة الاصلية الى انها تزغر شوي طيب الفلتر احساس بتاع قيمته كام قيمته اتنين فانا هنا هحط اتنين ماشي وبعد كده هنقسم على هنقسم الكلام ده على الاس اللي هو قيمة 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 بتاعت مين بقى قيمة بتاع عندنا هنا اللي هو بتحرك بتاع قيمته ايه قيمته اتنين ماشي يبقى كده متين اربعة وعشرين هنشيل خالص يبقى ناقص الفلتر الفلتر ده اللي هو اتنين في اتنين يبقى عندي هنا ايه يبقى عندي هنا قيمة واحدة بس اللي هي قيمة الاتنين وهنسم على اللي هو قيمة السترايد هنا اصلا بيتحرك بيها ايه باتنين ماشي طيب القيمة دي تديك كم هتديك متين اربعة وعشرين ناقص اتنين اللي هو متين وآ اتنين وعشرين على الاتنين هيديك مية وحداشر بعد كده هتبدأ تزود عليها الايه? الواحد اللي هو بتاع القانون نفسه عشان يديك الايه? المية واثناشر. يبقى ده القانون اللي هو بيحدد ازاي نحسب كل بعد كل دي القيمة الجديدة بتاعت اللي هي السور بتاعتها كتبقى عاملة ازاي? ماشي? فدي بقت مية تمامية مية واثناشر في مية واثناشر. ماشي? وبعد كده هتبدأ تدخل تاني على الجديدة هيت. ماشي? بنفس الخصائص دي. دي الخصائص بتاعت ودي الخصائص بتاعت تمام? وده القانون اللي احنا بنحسب به الايه? القيمة الجديدة بتاعت الصورة اللي هتطلع بعد اعملية في كل مرة. فاحنا عندنا هنا عندنا واحد ماكس بولنج واحد ماكس بولنج واحد ماكس بولنج وكل ده ايه كونفليوشن واحد كونفليوشن اتنين كونفليوشن تلاتة كونفليوشن اربعة كونفليوشن خمسة وهكزا. وبعد كده في ماكس بولنج هوت وبعد كده عبارة عن تلاتة طيب زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا زي ملنا الو ستاشر والو تسعتاشر طيب ستاشر دي كانت من ين عدة عدد اللييرز الموجودة عندي تعال العدة كده هتلاقي ان انت عندك دي عبارة عن واحد اتنين تلاتة ما تضعطها برش هي عبارة عن بس و تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ماشي? والانبوت طبعا بتعتبر برضو يبقى كده عندك ايه ستاشر ايه? لو جيت حسابة سعتاشر هتلاقي انت عندك قادة تلاتة تلاتة واربعة سبعة واربعة كمان يبقى احداشر واتنين يبقى تلاتاشر واتنين يبقى خمستاشر وعندك هنا التلاتة دولت اللي هو كده تمنتاشر كده ناقص واحدة يبقى عندنا عندنا هنا تلاتة اه هنا اربعة همت يبقى تلاتة واربعة سبعة واربعة كمان. يبقى احداشر. اتناشر تلاتاشر. اربعتاشر خمستاشر. ستتاشر سبعتاشر تمانتاشر. مش عارف او بيعتبر سفص ماكس ده ولا ايه? طب تعالي نعدي دول التاني كده. عندنا هنا ادي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. احداشر اتناشر تلاتاشر. اربعتاشر خمستاشر. ستاشر. ماشي. ممكن كل الصورة دي اتنقصة بس بتاعتنا. ممكن ما يكون مسلا فيكم موجودة في الاجزاء دي كده عشان تكمل تسعتاشر يعني. مهم ان احنا عندنا دلوقتي في ستاشر وفي في جي ايه تسعتاشر. بدأتو من ايه? من الفي جي جي. تمام كده? نفس الكلام بس بايه برضو باشكال مختلفة. زي ما احنا شايفين كده متى اربع وعشرين لازم تدخل. لو هتستخدم الخمسين ده لازم تدخله. بتاع الصورة لازم يكون نفس الصور ده. فانت مضطر تعمل للصور بتاعتك بنفس الايه? بنفس الامو الده. اللي هو متى اربعة وعشرين في متى اربعة وعشرين في تلاتة. طيب بعد كده هو مستخدم اللي هو سبعة في سبعة ده الفيلتر واربعة وستين فيلتر. امنا ادي كونفوليوشن. وبعد كده كونفوليوشن رقم اتنين. ماشي? مستخدم في اه تلاتة تلات انواع من الفيلترز اللي هي واحد في واحد. وتلاتة في تلاتة واحد في واحد. بس كل واحد من ده الاولاني اربعة وستين مرة والتاني اربعة ستة وخمسين مرة. وبعد كده في في ماشي وبعد كده في عشان يطلع لك يطلع لك بتاعتك وهنا انت شايف ان هنا مفيش مكسي بولنج يعني. فده النوع اللي هو بتعمل بتاع خمسين. وطبعا الموبايل نت آآ موبايل نت في تفاصيل على فكرة يعني لان ده اساسا. آآ في آآ مفهوم اسمه دي حاجة بس يديلك معلومة عليها معمولة عشان يبقى حاجة خفيفة جدا. هو تطلع قربة خفيف جدا. عشان بعد كده استخدموه في الموبايل. يعني آآ الموبايل نت ده معمول اساسا يبقى كده بحيس انه هو لما تطلع على المودل ده انت ممكن تستخدمه في الاندرويد والايو اس. آآ فهو حاجة كده مخففة من الانواع اللي انت شفتها قبل كده. ففي مفهوم اسمه يبقى اعمل عليها سيرش كده هيقول لك ايه? هيجيلك شوية تفاصيل على الموضوع يعني. ان فيه شوية آآ بتحصل عشان تقلل لك في عدد ايه? تقلل لك في الحجم بتاع الصورة اللي طلع ده. هو عدد المستخدمة عشان يطلع لك المودل بالشكل السليم اللي انت عاوز. ماشي جده? طبعا نفس الكلام برضو فيه آآ فيه ده آآ كونفليوشنز اللي حاجة بتوصل ليه الفولي كونيكشن الفولي كونيكتد لييرز عشان تصنى في الكلاسز بتاعك.